الاخ مصطفى قلت لي والله غير لازم يدخل الرئيس ويقيل وزير الرياضة محاسبة بيراف وطرد اللعين حافظ الرجل يعني طراء لما يتم بشكل اللي ركتكلم فيه انت هذا قال ينحيو وزير الشباب والرياضة وينحيو هذا بيراف وينحيو هذا الاخر والاخر والاسماء هذو اللي انت ذكرتم ارانا رايحين احنا نلقاو الحل في كرة القدم ونلقاو الحل احنا في الرياضة اذا كنت انسان منطقي وانسان عقلاني ما وش هذا هو الجواب لان المشكلة في الجزائر ياهو بوتفليقة حرموا الحديث على بوتفليقة حرموا الحديث على صحة بوتفليقة رغم انه مشلول ويودي لمن تقول هذه الكلمة كأنك انترك تسب وكأنك انترك توهين في الجزائر رغم انها واقع ورانا شفنا الذي جار في الجزائر نفس الناس اللي كانوا هما يدافعون عن بوتفليقة وكانوا كل انسان يعارضوا يحطوهم من الخوانة فيما بعد لما جاء الحراك هما اللولين اللي يلقينهم في الصفوف وصاروا الناس اللي هما كانوا يعارضوا في العصابات المختلفة صاروا شياطين وصاروا على الطرف ورانا شفنا حتى منهم الآن اللي راهم وصلوا للسلطة من الخدم انت عبوتفليقة ومن بعد الآن تبدلت الاغنية فانتا اذا كان انت تكلم انت على هذا الاشخاص هذ الاشخاص هما اللي راهم مسؤولين على الاخفاقات هذا بيراف هذا اللي راك تكلم عليه انتا والله هذا وزير شباب الرياضة والله هذا حفيظ دراجي والله اي واحد هما اللي كانوا هما يقدوا على جمال بالماضي يقولوا له لعب فلان وما تلاعبش فلان هما اللي كانوا يديروا له في الخطة انت عن لائب ها بتاع قال دير انت ثلاثة اربعة والله خمسة ثلاثة والله مش عارفنا هما اللي كانوا يديروا له في الخطة كيفاش يلعب هما اللي كانوا يطلبوا منه على جلقال دير هذك فلانورو بلاسون هذك دير انت تسولار هما اللي كانوا يخطوا عليه ما كانش منها فهمت ويا هل ترى يا رانا شفنا ضق باللي جمال بالماضي في وقت من الاوقات راه حرز على اشياء ومن بينها كأس افريقيا وراه ابقى الفريق الوطني لأكثر من ثلاثين مقابلة دون خسارة ورانا شفنا تقنيات وشفنا مهارات وشفنا لاعبين وشفنا حركات وشفنا نشاط يعني مختلف رانا شفناها فمن الذي جعل جمال بالماضي في هذه الفطرة الاخيرة هو انه يخفق في كم مقابلة ومقابلات مصرية شكون هو المسؤول على اخفاق الفريق الوطني في القضية انتع كأس العالم التي جرت في قطر كانوا الجزائريين اغلبهم يعني اغلبية الجزائريين كانوا كلهم ينتظروا على الجل بفارغ الصبر ايه ودي واقتاشت الحق لكوب ديمونت انتع قطر انا درناها من ورانا واقتاشت الحق لكوب ديمونت اللي راح تلعب في قطر شكون هو المسؤول على الاخفاق يا هل ترى جمال بالماضي هو يقبل علاجه هو في اخر لحظة يخرج الفريق الوطني هذك الخرجاء رانا شفناه كيف كان يتألم شفناه كيف كان يتعذب هو ومجموعة من اللاعبين والجماهير المختلفة رانا شفناه يقبل هو علاجه لباش يخرج هذك الخروج ما كانش منه لكن في المقابلة رانا شفنا فريق الوطني لما جاب هذك الكأس العربية التي جرت ايضا في قطر ورانا شفنا الصور الباهتة وشفنا اشياء اخرى في القضية هي لا تتعلق فقط بكرة القدم والفساد هذا والاخفاق راهو ما مسش فقط غير كرة القدم وما مسش فقط غير رياضة راهو مس امر واحد اخرى ومن بينها الاعلام رانا شفناه في بعض كرة بعض المقابلتها كرة القدم لما انت تشوف التلفزة يا صاحبي تحس في رحك باللي رك عايش في قرن واحد اخر موش القرن اللي راه الناس عايش في احنا الواحد هاو راهو يتكلم بوسائل بسيطة ورك تشوف اشياء بسيطة خلاص جدا ورك تشوف انت يا النوعية انت على الصور وانت على الصوت وكذا فما هو الشي اللي يخل انت وسائل اعلام تمتلك وسائل وتمتلك انت اموال وتمتلك انت طاقات وتمتلك انت كفاءات تخرجنا بهذه الصورة الباهتة المشكلة في حافظ دراجي المشكلة في وزير شبيب الرياضة يكونك عاقل يا صاحبي ممكن انت يعني تكون عندك مآخذ على قال وزير والله قال حافظ دراجي على تعليقات والله قال على تصريحات والله هذه لكن ما تحاولش انت يا تغطي لي هذا الاخفاق اللي راهو جاري في البلاد تغطيه لي بالأسماء ما كانش منها ما كان خلل راه موجود مشكلتنا الان في هذا الفريق الوطني وشي هي يا هل طرحنا معناش لعبين معناش مدريبين معناش ارضيا تعميدان وشي الشي اللي خاص الجزائر على جلبه شي تنطلق وتمشي تمشي للأمان شكرا ج Bu